السلام عليكم في فيديو جديد السلام عليكم في فيديو جديد انا محتار مش انت المحترين انا محتار بين اني اخلي جهازي الرئيسي الايفون 12 Pro Max او الايفون 12 mini بحجم الشاشة انا بالنسبة لي عادي اجلس على الجهاز فبعطي الايفون 12 mini نقطة هذا اسف كبير مرة لكن ما يحتاج يشوفه فيه عندي عبادات اقدر استخدم عندي التلفزيون عندي الكمبيوتر فما عندي عائق في الشاشة هذي اني ما اخذها والجهاز هذا ما اخذ عشان الشاشة صغيرة في الكاميرات هذي يكفي لكن هذا اعلى فهذا الاشياء المواصبات اكثر في التصوير الليلي هذي شوي افضل فاقدر اتكلم في الكاميرات ومعنى الهتزاز هنا افضل اذا كنت محترف فراح اعطي هذا النقطة اللايدار هذا ما في لايدار انا احتاج اللايدار خصوصا اني كثير اشحن السعودية من هنا فمقياس ما مقياس الباكيج كله بلايدار اسوي فهذا اعطي نقطة سبيكرات ممتازية بالنسبة لي لكن هذا صوت اعلى يمكن في المستقبل احتاج لنا صوت اعلى مادري لكن الصوت هذا مكفي ووفي هذا اعلى شوي انا من النوع الاستخدام اكثر يعني ما راح اسقل السبيكر لكن هذي في مييزة لكن لا راح اعطي للتول في مني نقطة ما راح استخدم سبيكر راح استخدم الاربودس بطارية هذا راح اعطي نقطة لكن هذا يكفي لكن ممكن اصافر راح احتاج بطارية متنقلة عشان استخدم هذا او البتريكيس اللي نزلتها قبل المستقبل مسكة الجهاز بسبب ان هذا حجمه صغير هذا النقطة هذا شوي شكل حلو لكن مسكة الجهاز هذا الصغير الالامنيوم او ستاين ستيل هذا الامنيوم شوي احلى في الجنب طافي ولا يطبع هذا بصماتها عالية مرة هنا خاصة اشخاص اللي ما يحطون غلاف فتحط غلاف راح تنسد الشيء هذا في الجنب لكن في الخلف بصمات هنا هنا ما في بصمات فهذا النقطة والله محتار يعني لو اجمع النقاط كلها لكن انحيازي لحق هذا الجهاز حتى لو ياخذك جميع النقاط هذا راح اقول لكم هذا الجهازي انا محتار انا اصور كثير احتاج التصوير كثير دولبي فيجين يمكن في المستقبل راح اصور معاكم على 60 فريم انا في الغناء اكتر فديهات عندي 60 فريم الا ان صورت بالكاميرا كاميرا اللي عندكم هذه 30 فريم لكن اكثر شيء مثل تصوير الفلوغات راح اصور بالدولبي فيجين على 60 فريم فغيفون تطول في برو ماكس وهو اللي في 60 فريم هذا الصغير ما في 60 فريم اول مرة في حياتي احتارتي كده ادي جهاز وهو اللي يكون رئيسي وهو جهازي اللي اخذنا في كل مكان صعب ان اتنقل باثنين انا من النوع اللي ما احب ان اتنقل باثنين معالج سرعا نفس الشيء صح هذا فيه 4 رام هذا 6 رام لكن ما تعقلي بشيء اثنين هو امتازي شوف انا اتمنيت ان فيه دولبي فيجين 60 فريم هنا بسبب ان اصور كثير و احب 60 فريم كثير شاشات نفس الشاشات بالنسبة لي جهاز ما يعلق ما فيه اي شيء يعني اقوى معالج موجود في السوق الان في الاثنين راح اقولي الشيء بس اتوقع اني راح اندم عليه راح اخلي هذا الجهاز مالي هذه السنة لكن السنة الغادمة الايفون 13 ميني او 12 اس ميني راح اخذ الميني في السنة الغادمة يعني فتوقع هذا كل شيء جهاز ممتاز ما فيه اي شيء احس اني الان ندماني اني قلت اني باخد هذا والله محتاجم كحجم ما بي الكبير توقع هو الاول حاجة الحجم يعني عندك تحب الحجم الصغير الجهاز الصغير اللي ماتت من قبل ست سبع سنوات هذا الجهاز هو الحجم الوحيد لا تتكلم عن البطارية ممتازة البطارية اللي فيه لا تتكلم عن الأشياء الثانية ترى ممتازة اللي فيه هو حجم تابع حجم الكبير ولا صغير هذا بداية خلاص راح اخذ الكبير وكمل مع السنة هذه والايفونات السنة القادمة راح اخذ الميني ان شاء الله اذا ما صوت اول فرق داني انا لو لو يعني الايفون 12 ميني برو في اللايدار وفي الكاميرا الثانية وفي ستين فريم على طول راح اخذ هذا بدون اي تفكير اتمنى قبل تسوي 12 ميني برو اتمنى مستحيل السنة هذه ممكن السنة القادمة 12 اس ميني برو مستحيل مدني احجام الكاميرا لانا قبل ما رفعت هنا المستشعر برضو وخلت امانع احتزاز في نفس المستشعر بسبب ان الكاميرا يعني المربى لحق الكاميرا فرق كبير بين المينيو وهذا في العدسات والاشياء الثانية لانا هنا مساحة اكبر في الجهاز هنا صغرت شوي الاشياء هذه علشان يكون البطارية عندها مساحة داخل تحط البطارية والاشياء الثانية فتمنى قبل تشوف حل ما ادري كيف ان تشيل الكاميرا هذه كلها وتحطها هنا عشان اخذ هذا الجهاز لو تسود الحركة راح تقتلها مية في المية اشخاص الثاني خلاص تبيه جهاز كبير صغير في كل شي بس هذا شاشة وبطارية بس بطارية ممتازة هم ترى بس هنا تاخذها لحق يومين وتقردي بترجع البيت في نهاية اليوم برح تحطي شحم انا الان احس ان هذا قتل هذا شوي لكن لو في برو هذا ما توقع ان يبيع اصلا الا الاشخاص معينة جدا جدا يعني الاشخاص اللي يبون الحجم الكبير مع بطارية بس مثل ما قلت لكم ان شاء الله ما اندم عني حاسس بالندم الان اني بختار هذا الجهاز جهازي السنة هذه تولف برو مكس تولف مني خليك على جنب جهازي الثانوي ما راح يكون جهازي الاساسي لهذه السنة لاني راح اشتاق لك يعني في الاستخدام يمكن يغير كلامي قدام ما تدري لا تزعل ففي نهاية الفيديو تنسوني اشتراك بالغناة واشتراك بحسابي سنبتشات وعمل لك المقطع ونشر المقطع ولا تنسوني مفضل دعاكم والسلام عليكم اشتركوا في القناة